السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيارة حبايبين طبعا النهاردة او هنبدأ دلوقتي بهمورك يونيكام 7 واحنا قلنا ده يونيكام سهل جدا جدا اعيز كل طلبة طالبة خلال الاسبوعين ان شاء الله طبعا انا قلت قبل كده ان احنا من يوم 3-6 الى من يوم 3-8 بغاية 16-2 دي اجازة خالص ولا اوفلاين ولا اونلاين ولا اي حاجة خالص هتراكز بقى كويس جدا معين هنبدأ سنة بسنة كده ده احنا قلنا قبل كده ان اول خمس جمل يعني ديني مغادف للكلمة هنا بيقول لي number one حينما اقول هوليدي يعني ايه اجازة حقيقية ايه كدريم طبعا كي تبقى هنا هوليدي ايكوال رست ليه رحتو يبقى رحتو او اجازتو حقيقية الصم وطبعا إن هوتي هات بوط يبدأ أخذ أفر بوست بعد كده بقود بمعنى واسع يبقى إذن إيه حبابي ليست بعيدة عنه نجي هنا يعني إيه سحابة سودة سحابة غمقة ملحة ظهرت في السماء قررنا نحن نعطفل في البيت يبقى هنا كلمة دارك إيه عكسها ليه إيه دارك هنا معنى سودة يبقى إيه كولين تب ليه يا مستر ما يبقى إيه برايت برايت يعني لامع يا ابني ما يجيش خلاص يبقى هنا هوت من أول نمبر سيكس إحنا بناخد الكلمة وعكسة نمبر سفن يبقى هنا هوت عكس طب إيه ونمغمد إيه اللي هي قاعة عندي بالكلام they have the short road and okay it will take them 20 minutes to get to that village يبقى على الفر short عكسها إيه ونمغمد عن هي long ده قصير وده طويل ده قصير وده إيه طويل في المسافة بعد كده that will do ده ماشي هي ماشي your answer is quite right جبتك سليمة من المية يبقى right إيه الأوبزت بتاعها wrong إيه الأنترم بتاعها wrong يعني بقى suddenly we heard a high thing voice صوت وفيع كده يبقى هنا هو high عكسها إيه long خلصنا خلصنا هنا بقى نبدأ نخبانة إن أنا هشرح كل جملة هنا نادر says إحنا اتفقنا بكده في الربوطة تسبييتش لو الفعل القول لبرة present يبقى جوا أختار present لو فعل برة past أختار برة past هنا بيقول says the present يبدأت he is tired بس منفعش غير فيه إيه حاجة my uncle encourages me to look نقط a better job هل هل أنا بعتني بitter job لا طبع يبقى look for a better job ببحث عن وظيفة أفضل ببحث عن وظيفة أفضل you can't apply orally لا تستطيع أن تتقدم لهذه الوظيفة orally شفويا كده لا حبيبي أنت لازم تيجي وتقدم طلب كي اكتب لي بقى ايه طلب كده وإنت عايز تتعينيه وتعمل ايه وتسوي ايه يبقى هنا صح إجابة you must apply in right tender لازم تقي كتابة بعد كده I have to spend all my money دائما بياخده on on repairs and decorations على الإصلاحات بدي كده you don't have to pay to apply طبعا for the advertiser job انت مش مضطر انك انت تدفع علشان ايه ها اكي تقدمني الوظيفة المعنانة يبقى هنا راحز حاجة احنا قلناها من كده ان يفرق بapply يفرق باي apply apply يعني يطبق apply يعني يقدم يتقدم للتوظيف apply to someone apply to some company apply for a job apply in writing صعبة سهلة جدا يا حبيب فيش اي حالة صعبة ان شاء الله ونخليها سهلة عليكم ان شاء الله number came 16 he has lived in paris for 20 years and he became fluent كمعا fluent يعني طليق كل اسام فيه دايما يا حبيب كلمة fluent تاخد in مرتبطين ببعض fluent in fluent in بس دي سهلة خلاص رمز promised promised اهي في ذات يبقى داوة reported speech promised the post يبقى لازم اخد ايه the post مفيش ولا واحدة في دول تنفغ he wouldn't be اوكي يعني باي كلا دكتور مين احمد زول specialized specialized يعني 3 خصص دايما يا حبيب بتاخد in يبقى specialized in specialized in يبقى number 19 زي ما قلتك he started his career as a trainee يعني متدرب يعني باي كلا في number 20 اوكي the only thing that she cares about cares about يعني is money هو النقود مالكلا فرسو بقول لها في البداية thank you for sending us متشكرين انك انت بعتدنا UCB ليا ساوك الامضاتية او السيرة الاذاتية انا شايف انك انت عندك ضرر علمية in biology and chemistry طبعا بدون ان شك طبعا ما قلت من جامعة الاسكندرية يبقى from alixandra university from alixandra university number 22 i have been working طب ليه هنا هاخد as assistant لان احنا قلنا قبل كده يا حبيبي ان كلمة as كلمة ايه as يجيو راشق حقيقي بينما كلمة like يجيو راشق مشابه بقول i am working as a teacher المشارك مدرس وديت ايه حقيقة واقعة خلاص اوكي بينما صح اننا اقول i am working like a slave هل انا slave لا مش عبد اوكي يبقى d a as like i should start by saying ل begin with start by تاني begin with start by بعد كده i'm quite ambitious انا راجل طموح تماما and i'd like to travel in my job يعني بحب اتجول في وظفتي ها بحب ايه اتجول بحب شعط في مكان واحد number 25 my uncles told me that yours يعني عمي قال لي ان انتو ايه شركتكو كده is an established company يعني established the company شركة مؤسسة شركة كبيرة شركة ذات طبعا with a very good reputation بسمعة جيدة بسمعة ايه جيدة in the medical profession في مهنة الطب okay my uncle has sold your products عمي بيبيع منتغاتكم for many years لعدة سنوات and he has never had وما حصلتش أبرا any problems with them ما كانش فيه ايه مشاكل يبقى problem تاخد with and why don't you think you would be good طبعا at the job جيد في يبقى نقول تاني good at equal clever at intelligent at skilled at skillful at yes أنا بكلا اللي بعديها I'll contact you طبعا هنا فيه ايه يوم من ايام الاسبوع او ايه فترة من ايام اليوم يبقى تاخد on يبقى on Saturday morning the first طبعا impression طب ليه ما نقولش expression expression يعني تعبير الانتباع الاول is very important at the interview زي ان شاء الله ان شاء الله ربنا يديكم العمر يا رب والصاحة كده وتخلصوا سنوية عامة وتخلصوا جامعة كمان لما تيجي تروح ايه ها تمتحن ايه علشان تخش اي ايه وظيفة طبعا بدون ان شك يا ابني الانتباع الاول اللي هيوضو عليك اللي هو بيمتحنك اللي احنا بنسميه interviewer خلاص هو ده اساسي فانت لازم تكون ايه ما تدينه انطباع قويس جدا ان شاء الله عني بيكلر اوكي يعني الناس اللي هي اللي علم علوم او ايه بيدرسوا مادة العلوم مادة العلوم تنقسم من ايه physics و chemistry و biology يبا دوت اسميها modules دول اسميهم ايه modules ماشي حابر بي ده test number three test number count four some teachers have a not طمعا set of silly videos for the second stage on their channel we all shouldn't follow هنا ديت عندهم ايه بعض من الفيديوهات السخيفة اوكي المفوض لا نتبعها لا ما نقش وراء اوكي ديت okay set بعد كده winning the competition اه كاس المنافسة او المسابقة is a difficult success هو نجاح صعب نجاح صعب ليه لان انا قلت قبل كده لكل طلب وطلبة ان احنا لو عندنا adjective يتبعها ناول اوكي اوكي محد شهد ينكر ذلك صحة والدي is good كويسة يعني ما فيش اي علامات لضغط الدم لضغط الدم due to COVID-19 خلاص بسبب COVID-19 كثير من الدول طبعا بدون نشك challenges اوكي اللي هي اي تحديات توفركم خلاص ذا دي كلين of their profits يعني to overcome كي يتغلبوا على كي the decline لنخفاض of their profits فويدهم او الفائدة يعني خلاص راكس راكس جدا بعد كده نمبر 5 ذا نقط طبعا the average age يعني السنة المتوسط كده of their participants للناس المشاركة in the competition في المسابعة is 22 years old هي كام 22 سنة بعد كده most experts غالبية الخبراء think that learning a new sport is learning a new طبعا سكل بعد ازح انا بتعلم رياضة الشهرونج بتعلم رياضة البسكت رياضة الفوليبورد اي رياضة يبقى انا كده بتعلم ايه مهارة جديدة يبقى اسكال اي حبيبي يبقى اسكال طبعا هنا الكلمات اللي انا بترجمها دي يريد تذكروها لاني ده بتبقى ايه كلمات اوكي غريبة شوية زي هنا اسكافو زي هنا اسكامو زي هنا اسكال اسكال ماله اذا رياضة قوية تتكون من ثلاث محاولات لرفع الاطار كلام واضح طبعا بسم الله ما شاء الله في طالب عندي قاعد يفهماني الفرن بينه اللي رفع النطر ورفع ما شافه ايه انا سامحوني انا مش قوي في الحاجات خلاص فان هم ايه ثلاث مبعد كلا the athlete who lifts the most weights لتب ليه ما اخدتش ريز يا مستر راب ان هي يرفع وهنا فيه object ليه لان هنا lift يرفع حاجة تقيلة لما ديها ترفع اي حاجة خلاص مبعد كلا هنا اتفاد قبل كلا في نمبر لاين اكي فيه هنا ايه of اتفاد قبل كلا ان انا باخد cause of تبريز ان تاخد why تبريز ان تاخد for تبريز ان تاخد off بس هنا مش نتيجة خلاص اكي هنا لسه طبعا قائمة منهاش علاقة we all should celebrate كلنا يجب ان نحتفل our athletes طبعا achievement by in the Olympics اللي هي ايه انجاز ابطال بتوعنا فيه الدورة دورة الالعاب الالومبية بل كلا محمد's grades درجات محمد in the exams were mؤثرة مبهرة كانت impressive وقلت قبل كده ان كنت تتخب بالك impressed تصف عاقل impressive تصف غير عاقل we were happy for him but you can assign test العلمة ما لهم جمعوا حاجتين في بعض يبقى احدوا جمعوا data from different sources to know the causes of the spreading of that disease زي ما احنا قلنا قبل كده COVID-19 ربني يا ربي يرحمنا منه ويسلمكم كلكم من كل ايه اي حاجة تضيقكم او اوكي تتعبكم ها احنا قلنا ان هما العلمة اول ما حصل COVID-19 ابتدوا يجمعوا ايه ايه اه معلومات من كل مكان عشان يقدروا يعملوا الفاكسين الصحي اوكي انبقى كلا هنا يبقى combine a lot of youth were able to طبعا their addiction يبقى تغلبوا على سيطروا على their addiction اللي هو ادمانهم of drugs and the mokadrat with strong will بعزيمة قوية the government should كي الحكومة يجب ان the small projects يبقى لازم تساند لازم تدعم يبقى هنا support the small projects to be able to compete the other companies بعد كلا we should be good role mothers role mothers اللي هما ايه مثل يحتزى به اللي هو القدوة اوكي for our children يعني الاباء والامهات يجب ان يكونوا ما لهم القدوة المدرسين لازم يكونوا قدوة للطلاب بتاعتهم قدوة role model اوكي them ليه يبقى هنا to inspire them يعني ننهمهم to invade كي يبتكروا in their lives في حياتهم اوكي the government should support them يبقى الحكومة يجب ان تساند the disabled منهم المعاقين and they provide them with jobs to be able to live كي يكونوا قادرين على العيش بصورة جيدة the actor الممثل عمل ايه اللي بيشتعلوا في تدريس الاطفال المعاقين should be patient يجب ان يكونوا ايه صابرين لازم يكونوا عندهم صب ليه لاني الناس دي محتدين معاملة خاصة معاملة ايه خاصة اوكي عنبكلا عاد الامام had the ability to make his audience laugh easily يعني عاد الامام ودوت طبعا ايه طبعا كلنا عارفينه ودوت من الشخصيات المحبوبة لدينا كلنا بيخلي ايه الجمهور بتاعه يضحك ده 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 شك خلاص عنبكلا when i made my decision حينما اخذت قراري of مرج بالزواج there was no doubt ما كانش في اي شك in my decision او in my mind my decision هي هي my mind that it was the right one but i was completely mistaken اكي ولكني ايه اخطأت تماما باركلا many countries كثير من الدول tried to reduce تبعا ده current pollution اللي هو ايه مستويات التلوث الحالية مستويات التلوث ايه الحالية on the whole ككل خلاص بس the opening اكي ها say ceremony احتفال زوم رسم احنا قلنا الالعاب الاولمبية اولاد ما شفتش العاب الاولمبية مرهاش احتفال زوم رسم اوكي لازم يعمله احتفال الاول زوم رسم يعني سارموني خلاص طبعا فيه يعيد songs يعني غني festival يعني مهرج عن عن بك كده we should pay attention يجب ان نلفت انتبهنا to the body language الى لغة الجسد of the speaker know his aim يعني 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 لازم في بعض الناس ما بيعرفوش يتكلمهم ايه 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 فبيقدوا ايه اسالبهم بايديهم بجسمهم فانا لازم ديرية بسيطة عفا عفا ايه اكتشفوا اكتشفوا نظر ان احنا عايشين فين في عصر التكنولوجيا يبقى منز invasion of many planets يعني الغزو الانسان لكثير من الكواكب يزرم طبعا ايه شيء ملحوظ ده exercise cam k6 هنبدأ دلوقتي exercise cam 7 اوكي هنا a طبعا ده ده general exam اكيد ده general exam general exam ده حبيبي لازم تبقوا فهميني انا بعمل ايه فيه بحط بنوان لسيكسين general english ليه general english ليه english عام لان احنا ابني انا مطالب في اخر السنة بالانجليش العام مش شرط قبل ان يجيلي كله من قلب المنهج ليس بالضرورة خالص فترك جدا جدا هنا بيقول لي خلاص a نبتلي كده سنة بسنة واحدة واحدة a scientist يعني عالم receptionist يعني موظف استقبال correspondent يعني مرسل صحفي programmer مباربج هو بيكتب تقارير ليه جريدته يبين فيهم يولاد الكورسبوندنت اللي هو المرسل الصحفي بعد كله لما قل يعني يعني منظمة كورس مهملة كالسكيلفل بارعا الوزيفة الوزيفة طبعا سي في هنقول ياولاد هل الكلام ده مكرر اه طبعا مكرر علي وانا مطالب بي ياولاد ليه لان دية ايه الانفورميشن سهلة جدا طبعا سي في اخسار السلق يامباتيه اللي هي استيراداتيه بي ايه اللي هو ليسانس الالهب ام اس سي اللي هو ماستر اف ساينس اللي هو درجة الماجستر في العلوم اخسار انفورميشن تكنولوجي ودي مكرر علينا يبقى انفورميشن تكنولوجي طبعا هنا سي في بيبعته ايه مع الايه التفاصيل الشخصية اخرى الاخرين بيحطوا ايه المراهلات الاول بعد كده علي ايه المراهلات الاول يعني متهور مجامل كونسنتيوس زو ضمير سلفش اناني ستولينت اينا ده كلاسي يعمل ويعمل ويعمل ما يفعله طبعا هنا كونسنتيوس اللي هو ما له حي الضمير او زو ضمير ايه محتر بعض الادوية طب الادوية بتيجب منين من الفارماسي السيدلية طبعا هنا كيمستري اللي هي الكيمستري السيرجوري اللي هي الغراحة كنين كنه هي غياتها طبعا يبقى صاح ايجابه فارماسي بعد كده صار ايزة تكتب يعني رغاية ويك يعني ضعيفة اجنورانتي يعني جاهلة يعني تجيد او ايه طريقة اللسان في ثلاثة لاثلاثة الالبك انجليش والجرمان حسنا بعد كده لتصلحي عشان احصل على درجة العلمية يبتعتي يجب اننا اكمل وانجح وانجح احنا قلنا متجورز متجورز احنا قلنا فروع مادة فروع مادة اوكي بعد كده شيء اهم اهم شيء اهم حاجة مهمة عملتها ويبادي ايه انجازك ويبادي ايه انجازك اصبحت طبعا هنا هنا ايه طبعا هنا نيبرهود ليه انا لسه الحصة ديه وانا بشرح الفكر شرحت ايه الفرن بينهم نيبرز اللي هما الجيران اوكي انا باكي الى النيبرهود الحي او سكان الحي بدي كده بمعنى ودود بمعنى المجامور لي بدي كده الدخول الى الجامعة طبعا 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 هنا السجن اللي هي جلسة هي المفروضة مش مشكلة دي برشان اكتاب عني بكده مي برشان اكتاب طبعا sociable than me لي he gets on with everyone he meets يعني بيبقى على وفاق مع كل واحد بيقبلو اوكي يبقى sociable عني بكده ننبا كان 13 مي انكل was always ambitious يعني طموح he was always looking for a better job كان دايما رغض ضموح بيدور على وصيفة افضل it is important for nurses مهم اللي للممرضات to get in with ان يكونوا على وفاق مع their patients اللي البرضة so the hospital is looking for unsociable younger people to train عشان تدربهم our family يعني الاسرة بتاعتنا has a will establish the business يعني عمل مؤسس لمؤسس يعني it was started by my grandfather in 1935 5 did you enjoy your holiday in Jordan عزة اسكت سامي اسكت سامي بقى if she ها طبعا هل enjoy it ليه اتفات معكم قبل كده لما يجي في reporter speech احول جملة هنا في did يبقى تنسي بتحقق باس symbol الباس symbol يحول ايه باس perfect يبقى هنا did لو دخلت enjoy يبقى perfect enjoy day have enjoyed ده 16 جملة اللي انا جايبهم منين من عندي هنبدأ دلوقتي حبيبي في حاجة ثانية جملة رقم 17 يلا حبيبي الجملة رقم 17 نركز بقى شوية what is a hawk ايه ال hawk طبعا بدون انها شك هل ال hawk اللي هي بتبقى الجملة الخطاف الجملة اللي بتخطاف كده هل هي بتبقى the last sentence لا طبعا a tool used to catch a thought طبعا لا يمكن هي فين الاداة دي هاتي اللي هجبها a boring sentence جملة مملة لا طبعا يبقى هي an opening sentence that captures the reader the reader's attention يبقى هي جملة trouble road في كما برضو غلط هنا في كما برضو غلط يبقى هنا دي الحل الوحيد اللي صح لم يفوش اي كما دي i saw a terrible road accident this morning ما لكده which sentence is correct في جملة في دول صح لو انا بصت في الجملة الاخيرة في الجملة دي اللي هي number d what's wrong في كواتسر e mark ولكن هذه مكتوبة small letter لا يجوز يبقى هنا what's wrong has anything bad happened ما فيش كواتسر mark لا يجوز هنا what's wrong has anything bad happened okay هنا okay okay عملنا ايه نفس الحدوطة هنا يبقى بقدو ايه دي ايه غلط خلاص what's wrong هنا حطنا ايه اهي فرصوا مفوض question mark يبقى نزدك number كام ايه صح يبقى كلا which sentence is correct come on don't do that again لاني don't do that don't do that again don't do that again في question mark ما تمفعش طبعا هنا don't do that again طبعا ان هو خلاص بقدو عندي غلط ليه دي ايه اوكي don't don't do that again خلاص عني بالكلا don't هنا ايه شايف هده الكومة تحت لا غلط هي المفوض سيمكن فوق عني بالكلا don't دو ده تجعل برضو غلط هنا في كومة برضو غلط هنا الحقيقة المرة دي ما كانش فيها اي صعوبة خالص يبقى how have البشر غلط التقس ازاي البشر غيروا الطقس طبعا با اي صح اجابة ليه بسم الله ما شاء الله البشر حولوا بقدر المستطاع ان هما يزودوا التلوث في البيئة عن طريق الفيومز عن طريق الفيومز ان هما يزودوا عوادم السيارات ويزودوا الدخان what is the main idea of paragraph one طبعا paragraph one يمكن ازاي البشر اثروا على العالم يبا humans affected the world اكي what is the main idea of paragraph two طبعا في paragraph two يمكن اركز اوي 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 ان هما خلاص people have realized الناس of the rocket the danger of extinction اكي خلاص دية وضحة وضوح السنين انت بس ما عليك لانك انت تقبلك the human race is the just part of the world يعني الجنس البشر دواته هو جزء من العالم هو مش العالم ادمع there في السطر 13 تشير الى animals في السطر 13 تشير الى animals what does the underlying border concern mean طبعا الوران concern يعني مهتم ما والان يبقى يكون الوران what way that people change the world طبعا they affect their water supply السوفين في الواتر سوفين فهي السوفين في العالم اجمع what is what is an endangered species يعني فصيلة في خطر يبقى species of animals that may disappear ربما يحصل الله ايه disappear اوكي ده الجزء ده بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لقيت الطلبة بسم الله ما شاء الله حلا كله صح معنى ذلك اني الحمد لله حينما اصريت على هذا السؤال هذا السؤال يخلي الطالب فكره يشتغل مخه يشتغل يخليه يبقى creative مبدع ده في الاول خالص كانت الطلبة عندي في السنتر بيحلوه بصعوبة بالغة النهار ده بسم الله ما شاء الله والأسبوع ده كله بسم الله ما شاء الله لقيهم بيحلوا كله صح وكله زي الفل لو انا بصيت كده في نومبر وان كان ايه اليوم في شبورة جمدة وان رزاز مطر كده نازل كان في ايه اوراق قليلة جدا ها left on the trees متسبع على شر but on the ground ولكن على الأرض was a thick carpet كان في ايه سجادة ضخمة of brown and yellow leaves من الورع الصفر والبني this was the time of the year the old gardener اوكي loved best ده كان اليوم كان الوقت منين من العام اللي بيحبوا البستاني او الجنين احسن وقت since he was too old to work لانه كبر قوي عشان يقدر يقوم بالشغل ده كله he used to spend his days اعتنى ان يقضي ايامه by the window بجوار الشاب النافذة looking out on the garden النافذة it was no longer what it had been under his car يعني لم تعد كما كانت تحت رعايته but still it was lovely ولكن ما زالت جميلة there passage gives a description of هنا الطلبة بايه ما بيفهموش الحكة دي لازم تربواضين بالكوكواريس جدا جدا ان احنا هنا وقت ما جبناش سيرة فصل خريف لان المفروض انت كطالب في سنوية عامة عارف ان امتى اوراق الشر كلها بتنزل فصل خريف كلها من تلقاء نفسها ربنا سبحانه وتعالى خلقها كده ان هي فصل خريف كل الورق بيتصار يبقى هنا a wet morning in the autumn ده فصل خريف هنا في بعض الطلبة اللي قليلة اختاروا the old gardener's house الكلام ده ما جبناش سيرة الhouse خالص اوكي the old gardener's dislike of rain لأ طبعا اوكي the change of the seasons هو مش تغير الفصول ولا اي حاجة ده كل ده ما يلهاش اي علاقة اوكي نبص فين في السؤال التاني هنا بيقول لي the garden had looked much the garden had looked much nicer nicer طبعا امتى امتى كانت احلى لما الرابط كان شغال انما دلوقتي كبر يبقى when the old man had been looking after it يبقى امتى امتى الحقيقة بتاعتي كانت احلى لما كنت انا شغال فيها انما انا كبرت ما عدش قادرة شغال فيها طبعا الاكساسات ازاي و لا بيخلي مخوكو رائع بسم الله من شاء الله يعني انا مصر عليه وهافضل مصر عليه لسبب لاني بيبدع عند الطلبة الطلبة بتبتدي تفكر صح بحيث انت يا ابني لو فضلت كده ازاي ما انت كده على اخر السنة ان شاء الله رب العالمين يعني اصعب بس تجاكبها صح لانك انت دلوقتي بتفهم كويس جدا بتحلها ازاي ديت اوكي this was the first time ماري was going to fly دي كانت اول مرة ماري ناوي هطير it wasn't going to be a long flight ما كانتش تبقى رحلة طويلة in fact في الحقيقة ساعة اقل من ساعة رحت الى البطار ساعة قبل ما الطائرة من المتوقع لها انها تقلع كانت ايه وانفاعة جدا ومصارة جدا وعصبية بسيط جدا وانا قبل ايه وقت طويل it was announced that her flight was going to be delayed for two hours اعلن اني ليه الطيارة بتاعتها هتتتأجل لمدة ساعتين suddenly فجأة she felt very disappointed شعرت بخيمة امل and they didn't know what to do while she was waiting فمش عارفة تعمل يبقى مارس ايه flight ملحة was delayed for two hours سهلة جدا 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 هنا التانية was delayed for two hours التانية on arrival at the airport ماري كمان expected the plane to take off in an hour ليه احنا لسه ايدين ان هي اوكي الطيارة كان ايه من المقدر لها تطلع خلال كام ساعة هنا it was obvious from the passage that ماري مالها اني ماري مالها كانت واضحة began her first flight with a disappointment بدأت رحلتها الاولى بخيبة امل ليه بخيبة امل لانو الطيارة تبقلت ساعتين ماشي بعد كده دي كانت سهلة طبعا fascinated Bobby great okay دي سهلة كمسا تلاتين طبعا is usually a very active child ثم number a she understood okay why Bobby had keep social طبعا لك الـ social كان فيه طائر وممكن هتيع بس هنيجي هنا للتراني okay هنا لكي تزدهر السياحة يجب ان يعتبر كل مصري نفسه هنا لو بصيت للجزء الاولاني should consider itself هل هنا ينفع اقول itself لا طبعا يبقى كله number ايه غلط لو انا بصيت لدي for tourism to flourish all gypsians ناس اس okay all gypsians برضو نقص يبقى ما تنفعش هنا for tourism to flourish gypsians should be considering يعني should be considering ما تجيش طبعا should consider بس يبقى هنا دي يعني الجزئية لبعد يبقى هنا يتب من منح جائز النوبل المرجحين المتميزين في المجالات المتلمعة مثل السلام والأدب والعلوم والطاقة الدباء يبقى قليلا قليلا وriet في أجل مختلفة مثل المدينة والمقايا 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 كمان هنا أصح إجابة هنا ما ينفعش أعواردين لازم مودي أعواردين هنا أعواردين غلط وهنا أعواردين غلط يبقى ديها الأخطاء اللي كل طالبة لازم مدينة إيجبت أحراصات مصر تقدمها كبيرا في مجالات الرياضة والصناعة والتجارة والعسالة طبعا كل ده سهلة سهلة جدا هنا اللي بعديها آخر واحدة طبعا يتسب الناس النجاحين بالصبر والشجاع والمغامرة والأسرار والأمنة والذكاء بس ده هنا هنا يبقى كل طالبة أو طالبة ده الهومورك بتاع يونت 7K كفوكاب ده الهومورك بتاع يونت 7K كفوكاب وربنا بقى إيه يصر أوكي هتاخدوا بالكو كويس جدا النهاردة من الجرامر طبعا الجرامر فيه درس هايبقى جديد لنجا اللي هو The Adverbs The Kinds of Adverbs The Position of Adverbs وا 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 كل حال عنه ثم The Adjectives ودي مراجعة على يون كام 2 ثم The Present Perfect Continuous و The Present Perfect Tenser دول بتوع مراجعة على يونت يبقى ان شاء الله ان شاء الله جرامر النهاردة شامل كام 4 دروس وربنا يا سر الأمور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته